عندما يصبح التعدي على الحقوق مشروعا عند أصحاب المصالح والأهواء وأعداء الحرية والشرعية هكذا هو بيان دول الشرق المتوسط الذي دعا وزراء خارجية كل من مصر والإمارات واليونان وقبرص وفرنسا دعوا الأطراف الليبية إلى التزام الهدنة خلال شهر رمضان ونددوا بالتدخل العسكري التركي في ليبيا معتبرين أن التدخل التركي يهدد استقرار دول جوار ليبيا الإفريقية والأوروبية وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن تعيين الحدود البحرية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتفق مع قانون البحار من جهتها وصفت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية ما ورد في بيان الدول الخمس بالتدخل السافري في شؤون ليبيا الداخلية وأضافت أن البيانة ضمن عددا من المغالطات والتجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية وأبدت الوزارة استغرابها من وجود الإمارات في البيان الصادر رغم أنها دولة غير متوسطية معتبرة ذلك دليلا على وجود أهداف ومآرب أخرى ودعت الوزارة الدول المتوسطية لمراجعة حسابتها تجاه القضية الليبية تركيا كان لها رد آخر فوزارة الخارجية تركية نددت بما صدر عن الاجتماع الوزاري ووصفت بيان تلك الدول بالمثال الصارخ على سياسة الكيل بمكيالين لمجموعة دول تملكها هذيان معارضة تركيا وقالت الوزارة إن حكام مصر تخلوا عن حماية حقوق ومصالح الشعب المصري وإن الإمارات التي ليس لها أي علاقة بهذه المنطقة هدفها جمع تلك الدول تحت شعار معادات تركيا وليبيا وأضاف بيان الخارجية التركية أن فرنسا أرادت دعم تحالف الشر لرغبتها بالانتقام من تركيا التي أفشلت مخططها لإقامة دولة انفصالية في شمال سوريا البيان لم تتطرق فيه هذه الدول إلى هجمات ميليشيات حفتر الدموية تجاه المدنيين وكذلك إلى قصف الطائرات الإماراتية المسيرة التي كان آخرها في أبوغرين شرق سيرت حيث أسفر عن مقتل أربعة من قوات الجيش الليبي ليتضحى بهذا البيان أن هذه الدول لا تسعى لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي بل تسعى لتجريده من حقوقه وشرعيته ليستمر القصف والدمار والقتل بموافقة ودعم هذه الدول ترجمة نانسي قنقر